ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين وبارك لعشاق عالم دي سي ولمحبي المخرج زاك سنايدر هذا الانتصار العظيم عشاق هذا العالم وهذا المخرج اثبتوا لنا فعلا انهم ما يستهان فيهم يقلع ام ام القوة يا شيخ اتوقع ما قد صارت في التاريخ تخيل تجبر واحدة من اقوى شركات الانتاج انها تعيد اخراج فيلم بناء على متطلباتك انت يقلع ام القوة يا شيخ اهنيكم والله اهنيكم الف مبروك مرة ثانية فعلا هذا الحدث راح يسجل في التاريخ واكيد اكيد ان زاك سنايدر فخور فيكم الحين طيب يا جماعة قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى الضغط على زر العجاب لو اعجبك الفيديو والاشتراك في القناة لو انت مشترك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصل لك فيديوهاتي اول باول وفي حال انك تسأل من وين هذا التشيرت الجميل هذا الله يسلمكم وصلني من جوبي دول الله يعطيهم العافية يقدمون تشيرتات ومنتجات مختلفة لدي سي ولمارفل والديزني والغيرهم جودة جميلة طباعة ممتازة والاهم من هذا كله يوصلون الى معظم الدول العربية بترك لكم روابطهم في الوصف وكود الخصم تبعي لمتجر السعودية وجيه 15 طيب يا جماعة جستس ليغ نسخة المخرج زاك سنايدر اخيرا تم اطلاقها وانا يا جماعة للامانة ماني من الفانس انا شخص مهتم جدا بعالم دي سي وجالس اتعرف عليه وعلى شخصياته مع كل فيلم جديد ينزل وعلشان نقدر نحكم على نسخة زاك سنايدر بالشكل الصحيح وبدون ما نظلمها لازم نحط بالاعتبار عدة نقاط اولا فيلم جستس ليغ اللي نزل سنة 2017 لازم ننساه تماما لانه يشكل تقريبا 10% من الفيلم الجديد مرة كلام فاضي ذاك الفيلم فيلم كارثي ولا يمثل علم دي سي ولا يمثل رؤية المخرج الكبير زاك سنايدر زاك سنايدر تقدر تميز افلامه وطريقة اخراجه من دون ما تعرف انه هو المخرج كده تشوف فيلم تعرف انه هذا المخرج زاك سنايدر المشاهد هذه وراها زاك سنايدر بغض النظر عن قوة الكتابة او ضعفها الادمي هذا عنده رؤية مختلفة للاشياء واللي تابعوا له افلامه السابقة مثل 300 ومانوفستيل وواتشمن بيعرفون قصد انسان يعرف يحول لك اي صورة او اي نص الى مشهد جميل ويملعينه لكن النسخة الاولى من جستس ليغ او النسخة الكارثية خلينا نقول عنها ابدا ما تمثل زاك سنايدر ولا رؤية زاك سنايدر على الاطلاق غصة مشوهة تقديم سيء للشخصيات سي جي اي الله بالخير شفتوا الكارثة اللي سوى فوجه سوبرمان في الفيلم الاول تقديم سيء لشخصيات مهمة وجديدة مثل ذا فلاش وسايبورغ وستيبن وولف فيلم كان كله تهريجه وكوميديا مبتذلة ولا ما فيه هذاك الفيلم ماهو من عالم دي سي ولا ولا ايش الكلام الفاضي هذاك فيب لازم ننسى الفيلم الاول تماما ونرمي في الزبالة اوكي اوكي ثانيا لازم نحط في الاعتبار الظروف اللي مر فيها زاك سنايدر قبل يعيد اخراج هذا الفيلم من جديد الرجل يا جماعة فقد بنته في حادثة انتعار مأساوية ولا يمكن لاحد ان يتصور كمية الالم اللي مر فيها غير انه شاف مشروعه اللي كان يتأمل انه ينجح يتم اجهاضه وتسليمه لمخرج ثاني ويقدمه باسوأ طريقة غير الحملات اللي كانت تهاجمه بشكل مستمر من قبل النقاد ومن قبل شركة وارنر بروذرز ومن قبل الجمهور من غير الفانز واللي افتروا عليه وظلموا قالوا انه شخص يدور اتنشن بس بالرغم من كل هذه الظروف يا جماعة زاك سنايدر قدر يخرج هذا الفيلم ويعيد انتاجه من جديد ويخليه يبصر النور بشكل مختلف وهذا بحد ذاته انتصار مثل ما قلنا فخلونا لما نحكم على الفيلم نكون منصفين قدر الامكان ونراعي هذه الجوانب طيب مندة الفيلم تقريبا اربع ساعات وهذا رقم ما نشوفه كثير في عالم الافلام ولكن حق ببالك انه زاك سنايدر اضطر يسد ثغرات كثيرة حصلت في النسخة الاولى من الفيلم الفيلم ذاك نكبة واضطر انه يجاوب على تساؤلات كثيرة ما تمت الاجابة عنها في النسخة الاولى برضو من الفيلم بالذات للناس اللي مثلي ومثلك اللي ما زالوا يتعرفون على عالم دي سي بواسطة افلامهم ولا تتوقع انه فيلم اربع ساعات كيلة محشي بكلام فاضي لا على العكس تماما زاك سنايدر وظف كل ثانية وكل دقيقة في هذا الفيلم قد ما يقدر علشان يملأ عين الفانز والمعجبين واللي تعبوا هم ينتظروا وعلشان كمان انا وانت كمتابعين جدد نفهم ايش قاعدين نشوف زاك سنايدر اعاد تقديم بعض الشخصيات اللي تم تهميشها في الفيلم الاول واعطى كل شخصية تقريبا حقها من الاربع ساعات بشكل كامل عندنا اول شي ستيبن وولف انا شخصيا اعترف لكم انا ما اقرأ الكوميك ولا اتابع اناميشن دي سي فتيجي تقدم لي واحدة من اهم شخصيات عالم دي سي زي ستيبن وولف ولا تراعي هذا الشي ولا تعلمني انه انا ممكن ما اعرف مين ستيبن وولف في الفيلم الاول والله يا جماعة ما كنت ادري ايش هذا مين ستيبن وولف هذا ايش سلفت اهله مجرد شخصية شريرة جاية تدمر الارض واو اوكي طيب مين هو ايش حكايته وليش يبغي يدمر الارض داك سنايدر اللي اعطي العافية جاوب على هذه الاسئلة في هذا الفيلم وخلاني اتعرف اكثر على ستيبن وولف وخلاني افهم غضبه افهم اهدافه الشريرة وعرفت من وين جاو وليش جاو ايش هدفه من تدمير الارض وايش علاقته بدارك سايد وايش نظرة دارك سايد له اصلا وعرفني كمان على دارك سايد يب دارك سايد اللي ما احد كان يدري ايش سالفته اليوم عرفنا ايش سالفته صح انه ما كان له وجود كبير في الفيلم بس على قد عرفنا ايش سالفته غير انه اعاد تصميم ستيبن وولف بشكل جديد وبشكل جدا فخم ويليق بشخصية شريرة بعد كده عندنا شخصية ذفلاش واللي تم تقديمه كمهرج في الفيلم الاول كل اللي عرفته عن ذفلاش في الفيلم الاول انه مجرد شخص سريع ويستخف بدمه كل خمسة ثواني ويبغى يشوف مين اسرع هو ولا سوبرمان عيب عيب في هذا الفيلم الكلام الفاضي هذا زاك رماه كده في الزبالة واعاد تقديم شخصية ذفلاش وتعرفنا عليها وعلى جزء من قصته معاناته ووحدته وتعرفنا كمان على علاقته مع ابوه بعض الاشكاليات في حياته والاهم من هذا كله تعرفنا على قوة ذفلاش الحقيقية ذفلاش ما هو شخص بس سريع الادم عنده قدرات ثانية يقدر يتلاعب بالزمن وكان له دور جدا 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 مهم في القصة وين مهم؟ هو الحدث المهم اصلا فرق كبير بين ذفلاش في النسخة الاولى من الفيلم ونسخة زاك سنايدر ذفلاش شخصية ما هي سهلة ابدا شكرا زاك سنايدر انك عرفتني عليها بالشكل الحلو هذا بعد كده عندنا شخصية سايبورغ كل اللي عرفناها في الجزء الاول انه شخص غضبان ومنفس ويطالع من الشبه لكن في هذا الفيلم لا زاك سنايدر اعطاه حقه برضه من القصة وتم اعادة تقديمه وتوضيح علاقته بامه وابوه وتعرفنا على الحادثة اللي حصلت له وكيف انقذوا ابوه من الموت وكيف رجعوا للحياة على هيئة سايبورغ وكيف كانت معاناته في تقبله لشكله الجديد حتى ابوه تعرفنا عليه اكثر وعن شخصيته وعن التضحية اللي قدمها الابنه وللعالم كمان شخصية لويس او حبيبة سوبرمان اخذت حقها من القصة وشفنا كيف موت سوبرمان اثر عليها وكيف حاولت تتعايش مع الوضع بعد موته حتى باتمان شفنا اثر موت سوبرمان عليه وكفاحه فيه تجنيد فرقة العدالة كتعويض عن التضحية اللي قدمها سوبرمان للعالم قبل ما يموت تفاصيل كثيرة تمت اضافتها للقصة وخدمت القصة بشكل ايجابي اهمها اكثر في هذه النسخة عن دارك سايد وعن هجومه الاول على الارض عن الامازونيات عن اتلانتا وعن التوتر الحاصل ما بين اكوامان وبين اهله عن الماذر بوكس وقوتهما المرعبة يعني للامانة يا جماعة اربع ساعات يا دوب يا دوبك تغطي وتسد الفجوات اللي حصلت في النسخة الاولى المشوهة وزيدكم من الشعر بيت شايفينها اربع ساعات هذه الفانز زعلانين الفانز يقولون هل من مزيد اربع ساعات مش كفاية واللهي مش كفاية ولا نقدر نلومهم صراحة اللي مروا فيه ما هو سهل ابدا اخيرا شفنا فيلم لدي سي من فترة طويلة يستحق التطبيل طبلوا يا حبيبي الحين خذوا راحتكم اوكي ما هو فيلم مرة عظيم بس الاكيد انه الفيلم هذا انتصار لكل عشاق عالم دي سي وانتصار راح يسجل في التاريخ للمخرج الكبير زاك سنايدر واتمنى اتمنى انه هذا العالم اللي بناه زاك سنايدر ما ينتهي لانه حقيقة في المشاهد الاخيرة من الفيلم بعد ما شفت الكابوس تبع بروس وين او باتمان وبعد ما شفت شخصية ديث ستروك والجوكر وكمان شخصية مارشن هانتر وبعد ما شفت وعيد دارك سايد حسيت اني ابغى العالم هذا يستمر ابغى تعرف اكثر على العالم دي سي يقلع عم القوة عالم دي سي قوية جماعة هذا هو نوع الافلام في عالم دي سي اللي نبغى نتابعها الهبل اللي صار في النسخة الاولى من الفيلم والهبل اللي صار في وندر ومن الثاني اتمنى معاد نشوفه اقطعوا عننا ما نبغى عالم دي سي يا جماعة عالم فخم وقوي جدا وشهادته في مجروحه والعالم الفخم هذا يحتاج مخرجين وناس عندهم رؤية مختلفة مثل المخرج الكبير زاك سنايدر فيلم رائع استمتعت فيه ولا حسيت بمرور الوقت بالرغم من طول مدته صحيح في بعض الاشكاليات البسيطة في الكتابة ولكنها ما تضر مقارنة بالنسخة الخيسة اللي نزلت سنة 2017 هذا الفيلم واو حاجة تحفة من تحف زاك سنايدر فيلم ممتع بصريا موسيقيا ومتماسك من عدة نواحي هذا اللي هم وكرر الف مبروك العشاق على الام دي سي والمحيط بي زاك سنايدر هذا الانتصار العظيم فيلم جاستيس ليغ نسخة المخرج زاك سنايدر انتصار عظيم وشوكه في عين كل الحاقدين كم معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم